رجال مبشرون بالنار الشخصية رقم 23 قدار ابن سالف أشقى الناس أرسل الله جل جلاله نبيه ورسوله صالح عليه السلام إلى أمة ثمود الذين كانوا يسكنون بالحجر الذين بين الحجاز وتبوق بالمملكة العربية السعودية كما قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الآية 80 في سورة الحجر وكانوا من أشد الناس قوة وأطولهم قامة وسنة حتى كان الواحد منهم يعيش من الثلاثمائة عام إلى ألف سنة وليس هذا ببعيد فقد عاش آدم عليه السلام ألف عام وكان قوله ستون غراعا في السماء وقد حق الله جل قدره أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وقصورا وأنهم شقوا الصخور وقطعوها من الجبال قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد الفجر الآية 9 وقال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل ألعوها غضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين الشعراء من 146 إلى 149 وكان قوم ثمود يعبدون الأصنام فأرسل الله تعالى إليهم صالح ابن عبيد ابن آسف فدعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد ونبذي عبادة الأوثان والشركاء والأنداد وذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عوذوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة إم ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير هود الآن من واحدة ستين إلى تلاتة ستين وأصروا على كفرهم وعنادهم فاتهموا نبيهم بأنه مصحور وأنه بشر مثلهم ولا يجوز أن يكون النبي بشرا قال تعالى كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا الشعراء الآمن 141 إلى 154 ولما استفاض صالح عليه السلام في دعوة قومه طلبوا منه آية كدليل على صدق نوته فقالوا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذي ناقتل لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم الشعراء الآية 154 إلى 156 وقد ذكر المفسرون أن ثمودا اجتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم وعظهم وأمرهم فقالوا له إن أنت أقركت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها ونعتوا وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا فقال لهم النبي صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به قالوا نعم فأخذ عليهم العهود والمواثيق ثم قام إلى مصلا فصلى لله عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوه فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا صاطعا فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم ولهذا قال فظلموا بها أي جحدوا بها ولم يتبع الحق بسببها أي أكثرهم فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم ويقالوا إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم فلما قال عليهم هذا الحال اجتمعوا لماءهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماءهم وزين لهم الشيطان أعمالهم قال تعالى فعقلنا قد أعتوا عن أمل ربهم وقالوا يا صالحنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وكان الذي تولقت لها منهم رئيسهم قدار ابن سالف ابن جندع وكان أحمر أزرق أصهب وذكر ابن جرير وغيره من علماء التفسير أن مرأتين من ثمود اسم إحدى هما صدوق ابنة المحية بن زهير بن المختار وكانت أذات حسب ومال وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن أعمل لها يقال له مصرع بن مهرج بن المحية وعرضت عليه نفسها إن هو عقلا ناقة واسم الأخرى عنيزة بنت غنيم بن مجلز وتكن أم غنمه وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤوب ابن عمر أحد الرؤساء فعرضت بناتها الأربع على قدار ابن سالف إن هو عقلا ناقة فله أي بناتها شاء فانتدب هذان الشبان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة وهم المذكرون في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهد إن يفسدون في الأرض ولا يصلحون وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطوعوهم على ذلك فانطلقوا يرصدون الناقة فلما صدرت من وردها كامون لها مصرع فرماها بسهم فانتظم عزم ساقها وجاء النساء يغمرن القبيلة في قتلها أي شجعنا ويحبضنا رجال القبيلة على قتل الناقة وحصرنا عن أجوهن أرغيبا لهم في ذلك فأسرعهم قدار ابن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة ثم طعن في لبتها فنحرها وقال تعالى فنادوا صاحبهم فطعط وفعقر فكيف كان عذابي ونر القمر الآية 29 روى البخاري عن عبد الله بن زمع قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهط مثل أبي زمعة فلما جاء صالح عليه السلام خبر عقرها قال لثمود تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مجذوب بسورة فلود الآية 65 أي غير يومهم ذلك فلم يصدقوه أيضا في هذا الوعد الأكيد بل لما أمسوا أهموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه أهله أي لنكسب أنه في داره مع أهله فلنقتل أنه ثم نكحدن قتله ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون النمل الآية 49 قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاويتهم بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون النمل الآيات 50 إلى 53 وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة ردختهم فأهلكهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم وأصبح الثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من يوم النظر وجوههم مصفرة كما أنظرهم صالح عليه السلام فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة وجوههم محمرة فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت وجوههم مسودة فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها ولا زالت ديارة ثمود آثارها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الحجرة عام تبوب في السنة التاسعة قال لهم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ألا لعنة الله على الظالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم